الاحتياجات الملحة جدا في الزمن ده احتياج للحب واحتياج للأمان أغلب الناس جعانة حب وأغلب الناس عندها عدم أمان بيبان في العصبية اللي عملت زيت في الكآبة اللي عملت زيت في الألأ اللي واكع العقل للناس كلها في التأمينات والفلوس اللي عملت تترمي في حاجات قال يعني هتدي نوع من الأمان كل ده جوع وأبوكم يعلم ما تحتاجون إليه حاجة تكسف إن احنا يبقى أبونا مصدر كل حب ونبقى جعانين حب ومصدر كل أمان ونبقى جعانين أمان نبقى بنخاف ونبقى بنقلق ونبقى بنحسب ونبقى بنشحة الحب شحاتة من الناس يجي واحد يقول فلان ما سألش علي يا شيخ انت تعبان انت مستني فلان يسأل عليك يبقى أبوك ربنا وفارق معك قوي يسأل عليك ويطبطب عليك إيه الفقر ده هذيك اللي هتطلبها الأمم سيب ده للناس الغلابة اللي ملهمش أب إنما إحنا لنا أب وما بيموت أبوكم يعلم أنت مسكلتك إنك ما بتقفلش كفاية وما بتعطس كفاية فما بتشبعش فطالع بتقول ما ليش أب عب عليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة